الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسفتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله عزيزي المشاهدين والمشاهدات وحديثنا اليوم نتحدث فيه عن جوانب الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم القوة في العبادة وكذلك قوة العلم بالله سبحانه وتعالى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد هذه الأمة خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى وأيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وبه قد ختم الحق تبارك وتعالى الرسالات ودين الإسلام هو خاتم الأديان كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه ولا شك أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وختم الرسالات به هي من أعظم خصائص هذه الأمة كذلك فقد بعث الحق تبارك وتعالى لهذه الأمة نبيا واحدا بينما بني إسرائيل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ولذلك هذه الأمة من بني إسرائيل ما كانت تستطيع أن تعيش في هذه الأرض وأن تمتثل ما أمر الله عز وجل به وأن تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه إلا أن يكون بين أظهرهم نبي يوحى إليه وتظهر على يديه الكثير من المعجزات أما هذه الأمة فلا تحتاج إلى الكثير من المعجزات وأرسل لها الحق تبارك وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من وضعت ثرى ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها ولذلك لو نظرنا في التاريخ الإسلامي لو وجدنا أن هناك الكثير من المجددين بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الأمة فمنهم عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الصالح رحمة الله عليه وكذلك الإمام الشافعي الذي كان على رأس المئة الثالثة والقاضي ابن سريج وأبو حامد الإسفرايني وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البلقيني المجدد للمئة الثامنة وغيرهم من العلماء الكبار الأجلاء الذين نفع الله عز وجل بهم هذه الأمة نجد هناك الكثير من جوانب الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم من أعظم هذه الجوانب هو حسن الخلق فالله عز وجل قد هذب نبيه وقد حسن أخلاقه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وهذا هو الدعاء الذي يقوله المسلم حينما ينظر إلى وجهه في المرآة وقد كان يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل قد حسن خلقه بل وشهد الحق تبارك وتعالى له في سورة القلم فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولا شك قول الله عز وجل وإنك من أداة التوكيد وهذا في علم البلاغة فالله عز وجل يؤكد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم وقد رباه الحق تبارك وتعالى وهذبه سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن الحق تبارك وتعالى ذكر جانبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في سورة آل عمران حينما قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله هياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات وما زال حديثنا نتكلم عن هذا الجانب الأول من جوانب الاقتداء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حسن الخلق وذكرنا أن الحق تبارك وتعالى قد امتدح نبيه فقال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بدماثة الخلق وكان حليما متواضعا صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه الأخلاق هي التي جذبت الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تقول صفية بنت حيي ابن أخطب وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الكثير من الصحابة في جانب الخلق فمن ذلك ما ذكره أنس ابن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا أو لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا شك أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما لا يدقق في معايب الناس ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كم أغفر زلة لخادمي في اليوم والليلة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبعين زلة ولا شك أن هذا يدل على سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر الحق تبارك وتعالى في كتابه قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إذن فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إذن العداوة قد تتأتى من الزوجة مع أنها في أمس الحاجة للزوج وكذلك لا يمكن أن تأتي العداوة من الولد لأن الولد محتاج إلى أبيه فهو الذي ينفق عليه ويوفر له المسكن والملبس والمأكل والمشرب ومع ذلك يبين الحق تبارك وتعالى أن العداوة قد تتأتى في الزوجة والولد ولكن ما هو الإرشاد الذي أرشد إليه الحق تبارك وتعالى في هذه الآية قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ولذلك ما إن يأتي التوجيه في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول الممتثلين لهذا التوجيه الرباني في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا من جوانب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم التواضع هذا الخلق الرفيع الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يمر على الصبيان الأطفال الصغار وهم يلعبون فكان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وفي مرة من المرات مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم فزع ولا شك أن هذه هيبة هاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ولا شك أن هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أخذ هذا الخلق منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه اعتلى المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافته فقال الصلاة جامعة ينادي الناس فجاء الناس واحتشدوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه إنما عمر كان يعمل راعيا لبن النجار بدريهمات من الفضة ثم نزل من المنبر ومضى رضي الله عنه فتبعه حذيفة ابن اليمان وقال أجمعت الناس لتقول لهم هذا الكلام فقال عمر حدثتني نفسي بأني أمير المؤمنين فأردت أن أكسرها ولا شك أن مثل هذا الخلق تعلمه رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث في الحلقة القادمة عن مزيد من هذه الجوانب في الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر